قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 75 نقطة أساس وذلك اعتبارا من يوم الأحد الواحد والثلاثين من شهر تموز الحالي وهي المرة الثالثة خلال العام الحالي وأرجعت لجلة عمليات أسوق المفتوحة في البنك قرارها إلى تنامي الضغوط التضخمية الخارجية ومنجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق العالمية إضافة إلى المحافظة على جاذبية أدينار الأردني كوعاء ادخاري وكان البنك المركزي ألزم البنوك بتوجيه مبلغ القسط الشهري لقروض الأفراد والممنوحة بسعر فائدة متغير بحيث يتم العمل على إيجاد آلية مناسبة بما في ذلك إطالة مدة السداد أو ترحيل الزيادة في مبلغ القسط لنهاية عمر القرض حيث يجب على الأفراد إبلاغ البنك في حال عدم رغبتهم بتثبيت مبلغ القسط وتمديد عمر القرض